تسرع لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أشغالها الاثنين للنظر في التقارير والاستماع إلى مقدم الاتماسات بشأن القليمة الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية وذلك ثيطار الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش قد أشار في تقريره بشأن مسألة الصحراء الغربية إلى أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تفيد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يتناولان أو تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة إنهاء استعمار